سلام عليكم ورحمة الله أخواتي متتبعات قناة علام أم هناء مرحبا بكم معي في فيديو جديد ودرس جديد يوم شاء الله غد نقدم لكم زواق المعلم على الجيلاتين يجي زوين بزاف وكيطلع رخيص وكيطلع في مدة وجيزة نتمنى أخواتي أنكم تبعوا الفيديو حتى الأخير وإن شاء الله تستفدوا من هاد دروس هادي نتمنى أنني نكون عند حسن الضان ديالكم نتمنى أنكم تخليوا ليالي لايك ديالكم تخليوا ليالتعليقات ديالكم شكراً لكل أخوات المتتبعات ديولي الوافيات وشكراً لكل أخوات لأول مرة يزوروا القناة ديالين نتمنى أنكم تشاركوا عندي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائماً الجديد كما كتشوفوا معي أخواتي أنا هنا يسبق لي ورشمت الدورة ديالة العنق ودرت نصدق لي درت فيه 30 سنتيم لأنني قبرت الدورة ديالة العنق كل واحد كيدير القياس اللي كي نسبوا كنحتاج لها تزليفة هادي اللي كتكون من الحجم الصغير ما كان دروش تزليفة من الحجم كبير غادي نحتاج أيضاً الجيلاتين 4 متر ركافي باش يديروا به نصدق ولكن لك تبغين تديروا لكميمات وديروا الفتحة أو هذا كديروا نصف المتر هنا يا عندي هذا الجوهر هذا اللي درته على شكل نصوصاً ممكن تعوضوه بالأحجار وعندي الأهرام أو ممكن ديروا الكافيار وعندي هنا يا الكوردون أو القيطان كل واحد شكي يقولو درته أنا باللون الذهبي كما كتشوفوا معايا دبا غادي نبدأ كنرشم كتسبقوا الدورة ديالة العنق هي اللولى نصدق على حسب القياسات اللي عندكم انتم كل واحد على حسب القياس دياله غادي نخطيك زليفة اللي أسبق لي وريد لكم كان بدو من هالقنيتة هادي ديالة الدورة ديالة العنق ضروري تبدو منها باش يالك تحدد لكم رشم وعدين بدو من هاد القنيتة اللولى ندورو غير على النص ديال هاد زليفة هادي أو نفوتوا النصب شي شوية كنجيو الجهة المقابلة وكنديرو عاوتاني نصف دورة أخرى سافيو غادي ننزل على الطول ديال نصف طوق كنحاول أنا ننجيبهم كنجيب وحدة ملصقة مع وحدة نفس الطريقة في الجهة المقابلة هنا يعطاتني ثلاثة ديال ديال الدوائر ديال نصف دائرة كنحاول أنا ننجيبهم متقابلين كيجو مقدين نشان طريقة اللي هي سهلة لابا غادي نجي الدورة ديالة العنق هنا ماشي مشكلة لعطاتكم غير ربع ديال الدائرة لأنني ما كنحتاجش هاد نصف دائرة لابا غادي ناخد الجيلاتين ديالي كنحاول ديك البلاستيكة غير كنقلبها مزيان كننحددها كنشوف البلاستيكة اللي كتحيد من الفوق نقلبها بيدي مزيان وجيها اللي كتلسق كنقلب الجيلاتين كنحط ديك البلاستيكة اللي كنحيده هي اللي كنحطيها لوجه ديال الرشمة وجيها اللي كتلسق هي اللي كندير هي اللي كنرشم عليها نتمنى انا شرح يكون واضح اخواتي انا كنت كندير وحت طريقي اللي لحت معي في فيديو هات سابقة ديالي كنت كندير الرشمة ديالتي كنرسقها مع الجيلاتين بالفناية سوفو كنقنخدم لقيت بانها الطريقة سهلة كنرشم على الجيلاتين سوفو كنت هنا كنحاول انا ننضوز على رشمة ديالتي كاملها انتما لاحظوا معي كنظور على هذا انصف دوائر لاناني فقط كنحتاج دوكل متلاتات وانا غادي نحتاج فرشيما رشيما لي كالجي ساهلا وكالجي زمينا بزاف المنيدر بعد ما حددت الرشيما ديالتي على الجيلاتين كناخد طرنشوار ممكن الاخوات اللي ما عندهم مش طرنشوار انكم تديروا غير زيزوار هادي طريقة ليا كتكون مزيانة كتحتفظوا بها على الجيلاتين ديالكم ما كتضيعوهش كتتخدمو فقط على ديك الرشيما اللي انتم محتاجينها سافيش معي حتى الدورة ديالتي العنق تايا كنخلي داك طريف ممكن ان نحتاجوا في واحدة الرشيما اللي كتكون صغيرة سافيك نحيدة بديك البلاستيكا باش عدمت الخدمة ديالتي كناخدو الكورتون ديالنا كنحرقو ليه تيك الرأس ديالو باش مكي بقاش يتسرب لينا سافيك نبدو كننسبقو الدورة ديالتي العنق هي اللولة غدي ندورو على الدورة ديالتي العنق ونستق شوفوا معي الطريقة غدي نحبس عوثاني هنا ايا في الدورة ديالتي العنق من جهة الاخرى غدي نقطع وبنفس الطريقة غدي نحرق عوثاني هاديك ديكا رويسة باش مكي تتسرب شليا عاد غدي نبدو هاد المثلاتات شوفوا معي دي بغدي نشكل واحد دوائر الدائرة اللولة والتانية ونزيد واحدة شوية وكنجي حتى للرأس ديالهرم وكنجير واحدة الدائرة حاولوا انكم ما تزيروش دوائر يجو شوية متسعين باش كي اعطونا داك لسباس فين كنحطو داك الجوهر او او الاحجار بنسبال هاد الدورة اللي كتجي من الفوق راه وخاكت كتجيكم حالك دايا راه هاكت لتصقي كتشد في الجيلاتين وبإمكاننا من اللي نكملو نلسقوها بالبرو الخيط الى شفتوها متل ما لسقتش لكم مزيان ممكن انكم ديروه بالبرو الخيط او من اللي تلسقوها على على القفطان ديالكم تدوزوا عليها البرو الخيط وخاها هي بالنسبة لي انا يا راه كتبقى لسقام اللي كتدوز عليها الحديثة راه كتلسقوا مزيان نفس الطريقة كان بقى كان دور حاولوا انكم تخليوا تسع شي شوية في فسط من ديك من ديك الدائرة لاحظوا معي البنات راه كتجي بحال زواق ديال المعلم لا بالنسبة لأخوات اللي معندو مش امكانيات باش باش يديروا زواق المعلم لانه كي يطحشي شوية غالي عدي طريقة اللي هي زوينة وسهلة راه كتطلع بسرعة في وقت قياسي ممكن انكم تصوبوا كفيتين ان شاء الله غادي ندير لكم اشكال اخرى من زواق ديال المعلم على الجيلاتين كان مقاوم لي كان مقاو غادي نصرحوا ذاك الكوردون لانه كيتلووالينا وحاولوا انكم تصرحوا مزيان لانه يلا خليته ملوي كي يبقى يطلع من فوق من الجيلاتين ما كي ما كيلسقش مزيان انتم ما كتتدورو انتم ما كتتجبدو ما دين السامر هاكده حتى كنكمل دورة ديالت العنق عندما كتشوفوا معي البنات كي جي شكل دياله ركي جي شكي يلزوين بساف دبا غادي ناخددوك لنصف ديال الجوهرات ديالي قاعدين نحاول انني ندخلهم فسط من ذوك الدوائر اشتوا معي علش قتلكم خليوا دوك الدوائر يكونوا شي شوية واسعين باش كاتهزلكم ديالجوهرة قد اغطو عليهم مزيان باش كيلسقوا فسط من الجيلاتين ممكن انكم تديروا دكال الاحجار بالالوان ممكن كل واحدة على حساب الرغبة ديلتها قاعدين نستمر بهذا الطريقة هادي حتى نكمل قاع الجوهر ديالي ونعودو نتلقوا عوداني باش شوفوا المرحلة الاخرى كما كتشوفوا معي اخواتي انا يتبت قاع الاحجار في الاماكن ديالهم كنحاول انا ينضغط عليهم مزيان باش كي يلسقوا مع الجيلاتين مزيان سافي كان ناخد الاهرام ديالي كان نحاول نديرهم في هاد المثلتات فقط انا اختارت الاهرام لانهم ما كيخسروش مع المدة ممكن انكم تعودوهم بالكافيار بالنسبة لاخواتي كي بغيروا الكافيار يخدمو بيه انا ما كيجبنيش غير فقط اللي اخدمتو بيه حاولو انكم تشوفوا النوع الجيد لانهو مع المدة مع تصبين كيبهات ليه اللون او كي مسخدع كيمشيلوا اللون ديالو ايش حال من من نوع ديال الكافيار كيكون باللون ازرق او بشي لون اخر وكيولي اللون ديالو بيض هذا كشي اش كان فضل انا يخدم بالاهرام مع المدة ما كي مكتوقع ليته شي حاجة كي يبقى كما هو بالنسبة لهذا النسطوق انا ما ما عمرتوش لاناني غادي ندير صفيفة وغادي ندير العقاد ممكن انكم تديروا في الواسطة انتو ماليزي ستراس او ممكن تديروا هاد الجهورات هادو او تديروا كوردون على حساب الرغبة ديال كل وحدة انتم ما كتشوفوا معايا اخواتي اذا شكيل ديالو كفاف دا شكيل ساهل بزاف وكي يجيزوين بزاف لما نقدر على القفطان صافي دا بغادي ناخد المقص ديالي كنحيد هاد الواسطة ديال الدورة ديال العنق شتوا معايا لش كنقول لكم نديروا الترونشوار او الزيزوار شتوا هاد البليسة هادي اللي بقتل يارا ممكن نخرج منها شي ماخرا دا بغادي نحيد فقط غادي نحيد نسطق هو اللول كنحيدو عاد غادي نبقى ندور على هاد جنيبة هادو شتوا معايا كنحدد الرشيما ديالتي كيبقى ليا بزاف ديال ديال الجيلاتين اللي كنستغلوا بحاجة اخرى صافي دابا غادي نبدا كندور على هاد الدوائر هادو المقص البنات اللي عندها المقص ديال ديال داك المقيس الرقيق داك صغير ديال الطرز ها هو الاحسن وخطي اتهد المقص هذا بالنسبة لي انا عنده الرس ماضي را كنحيد به كدورو على على الدوائر كامل ها ودي مقام السامرة بهاد شكل هادا وبالنسبة للجيلاتين كنت حكم انكم تشيروا النوع اللي كيكون شوية زيد في التعمان لانه هو اللي كيلسق مزيان را كنجو جيال الانواع سوف انا قطعتهم من جنيبات كامل هم بقليه غير هذا الوسط هذا بالنسبة لي انا حيك بغيت ندير السفيفة كما سبق لي وقتلكم راني غادي نحيي هذا الوسط هذا بالنسبة لي كنتم اخواتي على حسب الرغبة ديالتكم الى بغيتوا تديره غير لازي ستراس ولا بغيتوا تديره الكوردون ممكن انكم تخليوه سوف يكن ناخد صدر ديالي ديال الجيلاتين كنحطه على الدر دياله هو اللي كندير من الفوق والوجه التحت كنديره فسط واحد زويف وكندوز عليه الحديدة باش كيلسق لنا حاولو اخواتي انكم ما تسخنوش الحديدة بزاف تكون غير دافية باش باش ملي تبغيو تحيدو من فسط هاد التوب هادا يدرتو في الوسط ديالو يتحيد لكم بكل سهولة وهذا والشكل النهائي ديال صدير ديال الجيلاتين كتشوفو معي ركي جيشكيل ديالو جميل بزاف بالنسبة الاخوات اللي غيسولوني كيفاش نلسقوه على القفطان حتى كتكملوا القفطان ديالكم في الخياطة ديالتو كامل وكتجيبوه كتحطوه على الصدر ديال القفطان وكتبتوه بالبراو الخيط نصيحة مني تبتوه بالبراو الخيط لانه اللي اديتوه المصلوح راه هو خير استقلكم في ديك اللحظة من بعد بعض صبين را كيتحيد دوروا علي كامل بالبراو الخيط صافي كيبقى ثابت وكيجي شكيل ديالو زوين كتحيدوا العشق ديال الزواق ديال المعلم بنسبة الاخوات اللي مايقدروش كيجيهم غالي وبصحة الراحة نتمنى ان الدرس ديال يوم يكون فادكم شكرا لكل اخوات اللي كي سولوا عليها وشكرا لكل اخوات اللي اول مرة يزوروا القناة ديالي نتمنى انكم تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس باش وصلكم دائما الجديد نتمنى اخواتي انني نكون عند حسن دان ديالكم تكونوا استفتوا من هالدرس هذا شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله